بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي اسمنا محمد صلى الله عليه وسلم نهذا الشباب ونهذا بنات هنحل مع بعض تدبات اسم التفضيل من كتاب الأضواء للسنوية العامة دفعتنا جميلة 20-22 لو انت جديد في القناة تستعمل اشتراك وتعمل لايك ولو انت قديم في القناة خليكم مشترك وعمل لايك عشان نكامل مع بعض المحتوي الهدف مجانا لكل الطلبة صلى الله عليه وسلم ما فيهم؟ فالعربية اكرموا الناس لو راكزت الناس ده معرفة واكرم مضافة لها فده اسمه ايه يا جسما ده اسمه مضاف الى معرفة يبدو الإيهforest صح مضاف الى معرفة او معرف بالاضافة يعني معرف بالاضافة عرفنا عرفنا ايه بالاضافة طيب اللي بقول الوطن اهم من المال والولد طبعا من المال ده جار مجرور والمال انت سجعوا بيه كلمة اهم باعدة الواحدة ده مجرد ده ناقلوا ي School of results وبعدها ما فيش مضاف إليه ده بعدها جاره مجرور ده اسم مجرد ما له إضافة وطبعا مجرد ما له إضافة حكمه بيكون يا جماعة حكمه بيبقى يلزم الإفراد والتزكية فالإجاب بساطة بألف يلزم الإفراد والتزكية يجب يجي مفرد ومذكر الجندي الأقوى مفضل لدى الأعداء حكم اسم التفضيل في الجملة لو كيسة عنها كلمة الأقوى ده اسم التفضيل مقترم بأل أو معرف بأل والمقترم بأل أو معرف بأل حكمه بيه حكمه بيطابق ما قبله يلزم يطابق الأبليه يبقى طبعا يطابق ما قبله لو الأبليه مفرد يا مفرد جمع جمع موسنى موسنى مؤنس مؤنس الكلام ده أنت الأسمة قادرا بين الناس إذا جعلنا الضميل لجمع الإناس طبعا أسمة الموسنى بتاعها قصدي المؤنس بتاعها سمية زي أعلى عليا أدنى دنيا يبقى أنت الأسمة يبقى أنتنة مش الأسموات بقى السميات بقى الصح السميات يبقى أعلى عليا أدنى دنيا حمرة الورد حمرة الشفق إذا فضلنا بينهما يعني تقول مين أفضل من مين يعني أحمر من مين طبعا جمع ركزة معي كلمة حمرة أحمر كلمة أحمر دي الوص منه على وزن أفعل كلمة أحمر الوص منها على وزن أفعل مؤنسها فعلاء لو حمراء قلنا لو كلمة الوص منها على وزن أفعل اللي مؤنسه فعلاء ساعتها منفعش نجيب اسم التضيير بطريقة مباشرة يعني منفعش أقول الورد أحمر من الشفق منفعش خالص ننسى تقولي أشد حمرة ويجوز برضو أشد حمرارا الاتنين صح في الإجابة ده قد بقى التانية والتالتة بدو أشد حمرار من الشفق أو أشد حمرة من الشفق يجوز الاتنين ماذا بقول الممرضة فضلة سيدتي عطاء إذا جعلت العبارة جامعة سالم عايزة جامعة إيه؟ جامعة سالم طبعا الممرضة فضل كلمة فضلة جماعة فضليات حلو لو ركست معي من الحاج كلمة فضلة دي مالها حلو السؤال ده قوي كلمة فضلة دي مضافة المعرفة فضلة السيدات مضافة المعرفة حلو والمضافة المعرفة ما له يعمل حاجة بيجوز في المطابقة لو رجعت معي بص أرجعك يا صفحة قبلها بيقولك هنا المضاف إلى معرفة يجوز في المطابقة أو الإزام يعني المخلص أفضل الرجال أو ممكن تقول المخلصان أفضل الرجال أو أفضل الرجال يعني ممكن تجابه مسنة وتجابه مفرد على حسب هنا يجوز المطابقة أو الإلزام يعني ممكن تطبقه أو ممكن تخليه مفرد مذكر يعني فينا الاتنين هينفعوا يا جماعة يعني ممكن تقول الممرضات فضليات السيدات عطاء صح؟ والممرضات أفضل السيدات عطاء بص مجيئة افضل مجيئة فضلية. ليه? كل ده عشان آآ نوع اسم التفضيل مضاف الى معرفة. فاليجابة بساطة بقى التانية والتالتة. المتقنونة احسن الرجال. حكم اسم التفضيل طبعا احسن. الرجال. اضافت لمعرفة. كمان من نوع في المعرفة يبقى ايه عندنا يا جوز المطبقة زي ما قولنا والالزام. يبقى الجابة الصح جواز المطبقة. ليس المؤمن وكذابا. الفعل بالجملة يمتنع النصوغه طبعا ليس من فعش النصوغه طبعا ليس من افعالي الجامدة زي نعمة وبئسة والكلام ده. يبقى الجابة الصحة تكون جامد. طيب صلى على النبي. ليس صلاة والسلام. بعدها بقولك ترصان حقوق الضعفاء. الفعل في الجملة السابقة. يصد اسم التفضيل ازاي مباشرة ولا نجيبه ازاي? لك ازي ما اعمل حج? دي قلناها بكافة حقا بعد الشرح لكن هنعيدها تاني. قلنا بكده. موجود عندك حتى في الكتاب. اي كتاب خليل يعني بتذكر منه. ايه لك الفعل بتجيبه بطريقة مباشرة طبعا عشان لو فيه شروط دي كلها حلو. لكن لو فقد الشرط الاول والتاني بتجيب باسم تفضيل بعدها فعل. لو فقد الشرط التالت والرابع ايه هو الشرط التالت والرابع ده? اللي هو لو كان مبني المعلوم. يعني من الاخر جاء الفعل ومبني المجهول بنعمليه ساعتها. بجيب اسم تفضيل من فعل مناسب مستوفي للشروط. وبعدها المصدر المقاول. يعني بجيب اسم تفضيل من فعل مناسب بعد جيب ايه? نجيب المصدر بالمؤول. طبعا الجيبة الصحة هنا تبقى ايه عمل حاجة? الجيبة الصحة تبقى جيم يصغ منه اسم التفضيل باستخدام مصدره ما اول زي ما قلنا مع فعل ايه? مع فعل مناسب. طيب التنزيب التاني بيقول لك ايه? الفعل اهتم. ليه يصغ منه اسم التفضيل بطريقة مباشرة? طبعا ليه? ليه? كيمة اهتم عادة كده? الف. ه. ت. ميم ميم اهتم مهم عنها شدة. هنا ده عبره عن ايه? عبره عن خمس حروف ده خماسي. يبدأ لانه فعل ايه? فعل غير ثلاثي. افضل العمل صدق الوجه لا. اسم التفضيل بجملة السابقة. لك ازمعي ايه? افضل العمل افضل العمل ايه? مضاف لمعرفة. يبقى طبعا هنا ما بقية هيبقى دول مضاف لمعرفة. هذه الفتاة اكبروا اخواتها سنا. حكم اسم التفضيل في جملة السابقة لك ازمعي. هنا اكبروا اخواتها. لو ركست أكبر أخواتها هنا مضاف لمعرفة كلمة أخواتها دي جماعة دي كلمة معرفة عشران فيها ضميرة يبقى أكبر مضافة لمعرفة ومدام مضافة لمعرفة يبقى هل يبقى وجاءة زي ما قلناه لو هي부�ر مي أقز بالصح يجوز المطبقة الصدقة هذا م OVER برضو الكلمة لمعرفة تبقى مضافة لمعرفة ليما يا جماعة Player اقلنا يجوز المطبقة وإفراد يجوز المطبقة يجوز المطبقة الصدقة افضل وعشان هي مؤنسة ممكن تقول ايه ممكن تقول فضل لا يبالي جابة الصحة الاتنين صح يبال اولا والتانية كن اكسر اقبالا على عمل ايه من زملائك المفضل في الجملة طبعا المفضل الحاجة اللي انت بتفضلها يا قلت الشمس اكبر من الامر الشمس ايه المفضل هنا مقول كن ايه كن انت اكسر اقبالا على العمل من زملائك يبقى انت بتفضل انت ده على زملائك تمام حلو اوي انت ده فيه مش موجود لو ضمير مستتر يعني كن انت اكبر اكسر اقبالا يبقى طبعا هنا مفضل ضمير مستتر هذا العامل افضل ومن غيره انت حول الجملة للمسنن مذكر هتبقى ايه هتبقى هزان العاملان هنعمل ايه هتبقى افضلان ولا ايه لك اسم ايه كمه افضل دي نوعها ايه هنا اسمه تفضيل هل مضاف لحاجة لا مش مضاف لحاجة ده مجرد من الواضافة والمجرد من الواضافة ساعتها يلزم الافراد والتذكير هتجيبه مفرد مذكر يبقى هزان العاملان افضل برضو افضل من غيرهم يبقى اللي جابة الصح هزان العاملان افضل من غيرهم مفرد مذكر ده يصغل اسم التفضيل من الفعل ماتة طبعا ليه قلنا ماتة يا جماعة غير قابل التفاوت يعني نفعش تقول مثلا محمد اموت من احمد يعني مات اكتر منه يعني اما كله مات في الاخر يبقى غير قابل التفاوت المصري اعظم رجل انت حول الجملة لجمع المذكر تكون ايه لك اعظم رجل طبعا اعظم اضافة كلمة رجل مضاف لنكرة بالمضاف لنكرة برضو قلنا يلزم الافراد التذكير برضو يبقى طبعا الجيب للصح المصريون المصريون ايه بقى المصريون اعظم رجال برضو تبقى اعظم زي ما هي اخي السؤال سعاد نقط طالبة سعاد اي standards طالبة كلمة الافضل هنا او فضلا نحطها اسم التفضيل الايه مضاف لنكرة وما ده مضاف لنكرة يا جماعة يا بقى برضو يلزم الافراد والتسكيل هجيوا مفرد ومذكر. فضل دي مؤنس مش هينفع? يبالجي بساطة بقيت بقى? افضل. سعادوا افضل طالبتين. ممكنكم خلصنا حيات النهاردة بإذن انها في حلقة جاي نكمل بالتعديبات. سبحانك اللي هون بحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك وتعاليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. البركاته.